ويمكن أن أختم بمسألة وقعت لي مع شخص معين في مجلس كنت قد فسرت بعض الآيات وأحلت على ابني كثير أحلت على ابني كثير فلما أنهيت كلامي قال عندي تعقيب وأستاذ من الأساتذة في تخصص معين ليس تخصص تفسير فبدأ يشرح تلك الآيات على هواه على طريقته دخل فيها تاريخ الجغرافية والفلسفة وكذا 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 فعندما أنهى كلامه قلت له حقيقة أنا لا أدعي التخصص وإن كنت طالبا باحثا في مجال التفسير ولا أدعي التخصص ولكن أنت ينبغي أن تحترم تخصصك إذا كان تخصصك الفلسفة فيمكنك أن تتحدث يعني في كتب الفلسفة وكذا وكذا لكن التفسير له أهله وله ضوابطه وله أصوله وله قواعده فذكرت لهذا الرجل أنه ينبغي احترام التخصص فأنا لا يمكن أن أتحدث في كتب الفلسفة بحيث أن بضاعتي في هذا المجال ضعيفة فقال لي بهذا التعبير يعني بالدريجة قال وعلاش تعطيل ابنه كثير الحق يفسر وأنا ما نفسرش زي ما هذا حق تفسير حق لأي شخص يعني أي شخص ممكن يفسر فحقيقة هذا أمر غير مقبول ليس أي شخص مؤهلا للتفسير ليس أي شخص مؤهلا أن يتصدى لكلام الله تعالى وهذا التخصص أنا إلا مشيت عند وحد طبيب نقول له علش ما أعطينيش الحق أن ندير عملية جراحية أعطيني الحق أن نشرق عباد الله يعني سأعرض نفسي سأعرض نفسي للسجن أكيد أكيد ويعني تعريضك نفسك لعقاب دنيوي أهوان أهوان من تعريضك نفسك لعقاب الآخرة أن تتكلم في كتاب الله عز وجل قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظاهر منها وما بطن ولثما والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال بعض العلماء هذه الآية على سبيل التدرج بمعنى من الأدناء إلى الأعلى أن أعلى يعني مراتب يعني العصيان وهو أن تتكلم على الله بغير علم يعني أعلى أحد من الشرك الشرك هو أعظم الذنوب لكن أن تتكلم على الله بغير علم ستعرض نفسك للشرك وستعرض غيرك للشرك لأن عندما تقول إنسان هذا هو مراد كلام الله أن تتوقع بالنيابة عن الله فلذلك لا بد من ضبط هذه المسألة ومن أهم ما ينبغي الحرص عليه هو معرفة أصول وقواعد التفسير قبل قراءة التفسير وكذلك معرفة مناهج المفسير